أمر المستشار حمد الصاوي أن أبو العام بالتحقيق في شكوى النزيل على عبد الفتاح بعدما طلقت نيابة العامة شكوى من وكلي النزيل متضمنة طلب إداعه بأحد المستشفيات لمتابعة حالته الصحية لإضرابه عن الطعام والشراب حفاظا على سلامته وحياته وقد أمرت نيابة العامة بتشكيل لجنة طبية متخصصة لتوقيع الكشف الطبي عليه وانتهت اللجنة في تقريرها بعد إجراء التحليل والفحوصات اللازمة للنزيل إلى أنه قد قرر تناول سعرات حرارية كافية يوميا للحفاظ على صحته وأن التحليل والفحوصات أصفرت عن أن علاماته الحيوية وهي ضغط الدم والنبض ونسبة الأكسوجين ونسبة السكر في الدم ودرجة الحرارة جميعها في حدودها الطبعية كما أن رسم القلب في إطاره الطبعية مما يشير إلى أن إضرابه عن الطعام وشراب أمر مشكوك في صحته اشتركوا في القناة